لحظات الأخيرة يعني زي ما انتم شايفين يعني التقاليد لم نسمع عنها من قبل وربما يراها العالم للمرة الأولى التاج اللي بيغادر نعش الملكة ثم العلم اللي بيسجى به ثم العصى الحكم التي تكسر إذانا بانتهاء حكمها ثم بينزل النعش طبعا بمصعد بينزل تحت الأرض بعد ذلك قامت الأسرة بحضور مراسم دفنها ولكن كانت الأسرة فقط وبجوارها نقل الأمير فيليب والحقيقة أنها كانت لحظات مؤثرة زي ما شفنا يعني كده الملك شوالز كان يغالب دموعه رحلة طويلة النهاردة الجنازة كانت جنازة طويلة بدأت من قاعة وستمينستر اللي كان الألاف راحوا بقالهم أربع تيام بيلقوا نظرة الوداع على الملكة النهاردة نقل الجثمان إلى وستمينستر أبي وده اللي كان فيه القدس الجنائزي الأساسي ثم بعد ذلك كان المارتش أو الجنازة في الشوارع وكأن الملكة تودى كل شعبها وبعد كده كانت الرحلة إلى وينزر كاسل وبين وستمينستر ووينزر حكايات كثيرة ترجمة نانسي قنقر